في صباح الرابع عشر من فبراير عام الفين وخمسة كان لبنان على موعد مع حدث غير خريطته السياسية ومساراته الوطنية بعدما أفقده أحد أهم قادته خلال العقود الأخيرة هو رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق رجل السياسة والاقتصاد ومهندس إعادة إعمار لبنان في عقاب الحرب الأهلية الذي اغتيل في تفجير شاحنة ملغومة استهدفت موكبه الرسمي في منطقة لمريسا غرب بيروت التي تعج بالمؤسسات الاقتصادية الانفجار الهائل راح ضحيته الحريري ومعه 22 شخصاً بينهم وزير الاقتصاد باسل إفليحان بينما خلف 220 مصاباً التحقيقات الأولية في ذلك الوقت أفادت بأنه تم استخدام 1800 كيلو جرام من مادة TNT المتفجرة والتي أحدثت أيضاً حفرة بعرض 30 قدماً اغتيال رفيق الحريري شكل نقطة تحول في لبنان الخلافات السياسية بدأت بعد رحيله بأشهر معدودة تحديداً مع بدء التحقيق الدولي بشأن الحادث وتأسيس مجلس الأمن محكمة دولية خاصة بلبنان فالمحكمة ذاتها شكلت موضع خلاف داخلي بين الفرقاء السياسيين خلاف لم يهدأ لسنوات حتى بعدما أدانت المحكمة في أغسطس 2020 غيابياً عدداً من المتهمين باغتيال الحريري وبرأت ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة ثورة الأرز كانت إحدى أبرز تداعيات اغتيال رفيق الحريري والتي أعقبها سحب سوريا لقواتها من بيروت وصيدع وترابلس في السادس والعشرين من إبريل عام 2005 أي بعد شهرين فقط من اغتيال الحريري أمنياً لم يعرف لبنان هدوءاً مستداماً بعد اغتيال الحريري بعدما شهدت البلاد موكة اغتيالات واستهداف لعدد من الوزراء والسياسيين والصحفيين البارزين موالات ومعارضة مصطلحات فرضت نفسها من جديد بعد اغتيال الحريري وانقسام سياسي حمل معه انقسامات طائفية حدة وبلغ ذروته في عام 2008 ما أعاد إلى الأذهان والنفوس المخاوف من نذر تجدد الحرب الأهلية 18 عاماً مرت على اغتيال رفيق الحريري بينما يعيش لبنان تحت وطأة ضغوط سياسية واقتصادية في ضوء شغور رئاسي مستمر منذ ما يزيد على أربعة أشهر وتزايد معاناة المواطن اللبناني جراء أزمة اقتصادية ضاغطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة